التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز وخلال اللقاء استعرض رئيس المركز المقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حاليا والتي تتضمن إنشاء محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح في مناطق غرب خليج السويس كما تتضمن إقامة محطة طاقة شمسية بنجا حمدي بمحافظة قناء وتتضمن غير ذلك من المشروعات تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة